السجائر الإلكترونية أصبحت أخيراً آخذة في الانتشار انتشار يثور حوله جدل بسبب تأثيره على الصحة العامة وفي الوقت الذي تدرس منظمة الصحة العالمية التوصيات الملائمة بشأن استخدام السجائر الإلكترونية فإن كثيراً من الخبراء يرون أنه لا يجب اتخاذ إجراءات صارمة بشأن هذه السجائر نخشى أن تساوي منظمة الصحة العالمية السجائر الإلكترونية مع منتجات التبو لأن لها فوائد على الصحة العامة ويجب التعامل معها على هذا الأساس جميع منتجات التبغي مختلفة وأسوأ شيء يمكن أن تفعله وأن تشعل سجارة وتستنشق جميع الكيمويات السامة أما مع السجائر الإلكترونية فقد تم تقليل الخطر فيها إلى النيكوتين وبعض مكسبات الطعم فقط هي أكثر أماناً من السجائر العادية المنتقدون يقولون إننا لا نعرف بدقة ما تحويه السجائر الإلكترونية كما أن قصر فترة استخدامها لا يمكننا من إطلاق حكم صحيح عليها لكن أنصار استخدام هذا النوع من التدخين يؤكدون أنه يمكن أن يؤدي إلى حماية ملايين الأرواح وأحذر الخبراء من أن وضع ضوابط على السجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى انتشار تدخين السجائر العادية بصورة أكبر لكن في الدول التي تحضر التدخين في الأماكن المغلقة يظل مشهد تصاعد الدخان أمر يثير القلق فرغم أنه ليس له أي تأثير ولا رائحة إلا أنه يخشى من أن يؤدي إلى عودة مشهد التدخين في البنايات وكأنه أمر عادي محمد طه بي بي سي